أهلاً وسهلاً بك كابتن إسحاق أهلاً 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 بالمشاهدين مشوار طويل مع النادي الأهلي مش طويل قوي لكنه كان فيه إنجازات برضو محطات مهمة بالنسبة لكابتن إسحاق الحمد لله طبعاً طبعاً جدت في النادي الأهلي وخدت بطولات كمان وفترة أصيارة بسبب الإصابة ما لحيتش أكمل بشكل كويس لكن الحمد لله خدت دوري أبطال خدت دوري خدت كاس دوري مصري وكاس كاس مصري ودوري أبطال أفريقيا بتاع 2001 أنت جيت مصر بس مش عنادي الأهلي في الأول لا جيت على نادي أسوان جيت على نادي أسوان كانت زي يعني فكرة الانتقال من اللعبة في نيجيريا لأنك أنت تكون موجود في مصر وإزاي حصل التطور لأنه طبعاً تقدمنا نادي أسوان نادي شعبي وليه جمهارية كبيرة جداً لكن برضو فكرك تعب للأهلي المصري بالتأكيد كانت نقلة مهمة في حياتك طبعاً نادي الأهلي كبير أنا جيت عن طريق مونير حسن كان وكيل اللعبين مونير حسن هو اللي وداني الأسوان عادت في أسوان يعتبر نصف موسم نوسم 98-99 أنا جيت ما بين الدورين فاختبرت معهم وربنا وفاعل عندي كم سنة ساعتها تألي عندي 18 سنة قيت صغير يعني 18 سنة حتى لعبنا ماتش قدام النادي الأهلي ماتش ودي بين الدورين برضو في النادي الأهلي في الجزيرة فده أول ماتش لعبته مع نادي الأسوان ماتش ودي والحمد لله عملنا ماتش كويس يعتبر بعد الماتش ده حتى نادي الأسوان خدوا قرار نما يمدوني يسجلوني هذه البداية وانت جابت تكلم عربي من هناك ولا العربي ده يعني لا لا ما بكلمش أحيب تعلمنا هنا بعد طبعا مشوار طويل كابتن اسحق هلين أقولكم أنه حتى بعد ما عتزل كرة القدم أعتقد موسم 2007 كابتن اسحق أنت لعبت الأندية مصرية كتير حتى بعد ما رحلت عندي أهلي يعتقد كان فيه تجارب مع سموحة بعد النادي الأهلي طبعا عادت سنتين بالإصابة بعد سنة أصابة كان 2001 عادت 2002 و2003 كنت قوي النادي الأهلي بعمل الألاك الطبيعي واشتغل جيت مشيت في آخر 2003 فلما مشيت حمد الله بدأت برقا وروحت النادي أسمنت السويس سيطة كان كابتن محمد أمر المسكو في الممتاز بردو بعد 2004 2005 مشيت ودرحت النادي السموحة ده آخر موسم لعبت وانت دخل النادي الأهلي ولو معرفت أن الأهلي بيفاوضك أول مرة كان إيه أحساسك كان إيه طاقعتك ولما لعبت حسيت إيه الاختلاف اللي شفته جوة النادي الأهلي لا اختلاف كبير طبعا مع النادي الأهلي لو أنت في أي نادي لما تجي نادي الأهلي هتعصب اختلاف كبير جدا جاب كبير النادي الأهلي يعتبر بعدي ما فيش اتنين فيه مثلا من عشرة كان النظام لجوة والتعامل لجوة النادي الأهلي وكل الناس ماشي عليه حتى اللعبة لها سيستم معين فهذه حاجة مختلفة خالص بالنسبة للأهندية تانية نادي الأهلي اشتهلت مع مين في الفترة دي؟ في الأول سنة كان راينالد سوبل آه تسوبل الألماني طبعا ايه بعدي السنة اللي بعد كده هو ماشي بعد الموسم 99-2000 ويجي لنا اسمه ديكسي من ألمانيا برد لكن دائما تقويش الأهلي في التسعينيات وبداية الألفاء كان المدرسة الألمانية كان فيه هولمان كان فيه ديتريتش فيتصف في أول التسعينيات كان فيه طبعا راينالد سوبل وبعده ديكسي فبعد ما ديكسي ماشي جيل في بداية عالفين وواحد كابتن مستر مانويل مانويل جوزيك اشتغلت مع جوزيك اشتغلت معه لكن ما تعورت بقى في البداية الموسم فما كملتش مين اللعيبة اللي كانت قريبين منك في جيل بتاعك اعتقد كان الجيل ده وليد صلاح كابتن وليد صلاح وكابتن هادي خشب وكابتن سيد عبد عفيس يعني كابتن هادي وكابتن وليد كان من اعرب الناس وكابتن سيد استيبدأ بالحفيس وما زالت العلاقة موجودة ما زالت على تواصل العلاقة موجودة طب عظيم جد سنت انت اخترت انك تكمل في مصر يعني ما قررتش انك ترجع لجيريا تاقي ايه كرار جي مش انا حدرت لكده لكن تأثير ربنا بقى انا بعد معانا بطلت موسم 2006 كنت لست مع سموها فكنت لسه بفكر عامل ايه روح بلدي والقعد فلاقيت كابتن سيد بيكلمني بيقول لي بناء من الاكاديمية لنادي الاهلي كابتن سيد عبد الحفيس كابتن سيد عبد الحفيس اللي حبيت تبع معانا كمداربين تعالى اشتغل معانا وطلو ماشي فمن هنا بقى ربنا اراض انك تكمل في فصة وما زلت اه وما زلت وما زلت اه انت من الناجيرين اللي يعبوا في ناجيرين يعني بتهيلي متحيقل يعني مش تأكد قوي بس تهيلي انت وصندي بس انا وصندي وروبرت وصندي كان بيلعب معك في نفس الوقت اه صندي جي بعدين بسنة اه ام الاتنين كان صندي وروبرت اكاروي اه روبرت صحيح اه روبرت كان الاتنين جنيو العجيه طبعا مؤخر بس كان من النجوم الكبيرة اه طبعا صحيح